أعدنا إليكم مجدداً ورحب مرة أخرى بالدكتور مهند حافظ أوغل أكاديمي وباحث سياسي عبر خدمة سكايب بنسطنبول مرحباً بك كنا قد تحدثنا وإياك بالطبع عن تقاطع ربما العلاقة أيضاً في الملف السوري إلى مدى أيضاً هذه القضية هامة بنسبة للطرفين تحديداً على وقع الحرب في أوكرانيا تركيا عندما كانت ذاهبة نحو كسر هذا الجمود والتقارب مع دورة إسرائيل وفتح صفحة جديدة لهذه العلاقات هي في المقام الأول وهذا حق كل دولة تبحث عن مصالحها والملف السوري بشكل خاص يعني هو ملف مؤرق بالفعل لتركيا وللأمن القومي التركي نحن نتكلم عن أكثر من 900 كم حدود مشتركة ما بين تركيا وسوريا وبالتالي دعم إسرائيل أو عدم رؤيتها وتطابق رؤيتها مع تركيا في الملف السوري يجعل تركيا في ضغط من خلال الملف السوري وبالتالي هذا الفتاح سوف يكون هناك عليه أثار إيجابية من خلال التخفيف كنا نتكلم أن هناك ضغطا غير مباشر أو تكتلا إن صح التعبير بين بعض دول المنطقة ضد تركيا الآن هذا الاختراق الذي حدثته تركيا من خلال انفتاحها على كل من الإمارات ومصر والآن مع إسرائيل هي تنجح بدبلوماسيتها العالية بأن تحاول أن تكسب المزيد من الأصدقاء وأن تريح الكثير من الملفات لأنها مقبلة على انتخابات حساسة مهمة مفصلية لم تشهد لها الدولة التركية الحديثة مثيلا في هذه الانتخابات القادمة وزاد من في أطين بالله وجائحة كورونا الذي أثر على كل اقتصاديات العالم بما في ذلك الاقتصاد التركي الآن الأزمة الأوكرانية وتدعياتها على دول العالم وعلى تركيا بشكل مباشر بحكم القرب الجغرافي وبحكم أن تركيا هي مزيج ما بين عضو في حنف الناتو وبالتالي هي نصفها مع الغرب وما بين علاقاتها المتميزة في بعض الملفات مع روسيا هذه التركيبة الصعبة تحاول تركيا من خلالها أن تجعل الأمور حولها مستقرة سواء على المستوى الإقليمي والدولي وكذلك على المستوى الداخلي الاقتصادي للمعيشة اليومية للمواطن لأن من حق الحكومة التركية أن تسعى جهيدة للحفاظ على هذه الانتخابات التي تعبت في الحصول عليها وبقيت أكثر من 20 عاما وهي تقوم بخدمة هذا الشعب التركي لذلك هي من حقها أن تقوم بما تقوم به من هذه الانفتاحات وهذه التطورات القاسبة المشتركة سادة دهم بين كل من إسرائيل وأوكرانيا أن كلاهما دولتان في العلم السياسي هما دولتان ارتكاز يعني لا يمكن لأوكرانيا أن تترك وحيدة ولا يمكن أيضا لإسرائيل أن تترك وحيدة قبل المجتمع الدولي وبالتالي سوف تنعكس هذه الضغوطات أو هذا الدعم لأوكرانيا على أن تكون تركيا أكثر استقرارا وأكثر راحة على الأقل في المرحلة الحالية إلى حين تتوضح الأمور وتتكشف هل سوف تبقى روسيا مستمرة في حربها وأنها كما يقول كما قال قبل قليل الأمين عامل حلف الناتو أن تهديداتها تتجاوز أوكرانيا وبالتالي هناك حسابات طويلة وهناك حرب استنزاف مع روسيا في هذه النقطة أيضا أفتح المجال أيضا أمام السيد علي واكد هل أيضا على وقع هذه الحرب هناك تقاطع علاقات أو مخاوف تركية إسرائيلية مما يحدث في سوريا تحديدا في ظل الوجود والسيطرة الروسية هناك الطرفان يترقبان تدعيات الحرب في أوكرانيا على الوضع في سوريا نعرف أن ليه الطرفين مصلحة مع الجانب الروسي تركيا بالنسبة لشمال سوريا وشرق الفراط وإسرائيل بالنسبة لحدودها مع سوريا وتموضع قوات إيرانية بالقرب من هذه الحدود لذلك نرى أن الطرفين رغم أن تركيا على عكس إسرائيل انتقدت روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا إسرائيل بقيت على الحياد ولكن لا شك أن سوريا تبقى ملف يهم الطرفان أنا لا أرى نقاط التقاطع في سوريا بين تركيا وإسرائيل على العكس إن رأيته يمكن لي أن أرى نقاط اختلاف لسيما وأن إسرائيل لديها علاقات مع الجانب الكردي عبوان وتركيا الكبوس بالنسبة له أي حديث عن كيان كردي على حدودها أنا لا أرى أن إسرائيل يعني على رأس أولوياتها لكن الجانب التركي لربما من الدول الأوروبية دعنا نقول بعض الشيء التي رفضت العقوبات وفرض العقوبات أو تنضم لقافلة العقوبات على روسيا لأن لتركيا مصالح كبيرة مع الجانب الروسي بدءا من سوريا في مجالات الطاقة في الكثير من المجالات تماما كإسرائيل إسرائيل أيضا لم نرى البنوك الإسرائيلية ولا الشركات الإسرائيلية ولا المؤسسات الإسرائيلية تنضم إلى العقوبات لما تعرفه إسرائيل من تداعيات يمكن أن تكون لي الوضع في سوريا ونذكر أدهم في الساعات الأخيرة هناك أنباء عن أن القوات العسكرية الروسية تساعد الجانب السوري في استخدام المضادات الجوية في الهجمات الأخيرة التي قامت بها إسرائيل في سوريا بمعنى روسيا ترسل رسائل أن يمكن لي الوضع في سوريا أن يتغير بالنسبة للجانب الإسرائيلي إن لم تلتزم إسرائيل الحياد المطلع الجانب الروسي يعي الخلافات داخل إسرائيل يعي النقاش داخل إسرائيل يعي الاحتجاجات ضد إسرائيل يعي المحاولات لمهاجمة السفارة الروسية في إسرائيل وهو يقول لإسرائيل لدينا ورقة قوية الورقة القوية اسمها سوريا اسمها تموضع إيراني في سوريا اسمها إمكانية غض الطرف عن هذا التموضع اسمها السماح للمضادات الجوية السورية باستهداف كل المقذفات الإسرائيلية وحتى باستهداف الطائرات الإسرائيلية إن خارجت إسرائيل عن نطاق هذا الحياد دكتور مهند لا يمكن أيضا استثناء القاعدة الشعبية وأيضا ردود الفعل التركية واضح يعني بأن أيضا قطية تطبيع على علاقات مع إسرائيل لها تداعيات على المستوى الشعبي كيف يمكن قراءة ذلك بالنسبة لرجب طيب أردوغان يعني في النهاية يا سيدي العواطف لا تحكم أساسا على أساسا أن يقوموا بما يجب خدمة البلاد وأشعوب نحو رؤية استراتيجية وليست رؤية مرحلية نعم ربما الكثير من الشعب التركي من حيث العواطف يرفض هذا التقارب ولكن هناك منفات حساسة وهناك أزمات مفصلية سوف تؤدي بتركيا إلى الهاوية إذا لم تكن تركيا في السياسات الخارجية في تغير لذلك ما تقوم به تركيا من فتاحات على دول المنطقة بشكل عام هي تريد أن تحفظ لهذه البلاد ديمومتها وأن تحفظ لهذا الشعب خدماته وأن تسعى لمزيد من النجازات في الخدمات لا أحد يختلف على أن الخلاف أو الجمود الذي كان ما بين تركيا وإسرائيل نعكس سلبا على الكثير من الملفات التي تهتم بها تركيا وعلى رأسها ملف شرق المتوسط وعلى رأسها شمال شرق سوريا بسبب الدعم الإسرائيلي لحزب العمال الكردستاني أو لوي بايدي الجناح السياء السوري لحزب العمال الكردستاني هذا الانفتاح وهذا التقارب ربما يكون من خلال الحوارات والتفاهمات أن تركيا تستطيع أن توضح بشكل أوضح وبشكل مباشر يكون التنسيق مباشر أنه يجب أن تنظر إسرائيل إلى الحساسية التي تتنظر إليها تركيا من خلال هذا المنف الصعب نحن لا يمكن لتركيا في أي حال من الأعوال أن تقبل بقيام دولة كردية إرهابية في الحدود مع تركيا تركيا ليست ضد الأكراد تركيا ضد هؤلاء الإرهابيين الذين يلبسون لباس القومية الكردية كما أنها ضد داعش الذين يلبسون لباس الديني الإرهاب واحد أيًا كان لباسه وأيًا كانت خلفيته لذلك تركيا تحاول من خلال هذه العلاقات وهذه الانفتاحات أن توصل هذه الرسائل بشكل وضعه وبأدلة يعني هذا التعاون السياسي ومن قبلها الاستخبارات لدى تركيا الكثير من الأدلة والبراهين إلا أن ما تقوله مؤيد ومسنود بأدلة ولا تقبل المساز بأمنها القومي وخلال دعام الأكراد على سبيل المثال أشكرك جزيل الشكر سيد أو دكتور مهند أوغل كنت معنا من إسطنبول ورفقتنا خلال هذه الزيارة التاريخية لرئيس الوزراء الإسرائيلي يتحك هيرتوغ ترجمة نانسي قنقر